اشتركوا في القناة 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 الانفينتف اللي هو مصدر الفعل والماضي بتاحها في الباست وارك واركد ده منتظم طبعا وعارفينه كوك كوكد جس جست لسن لسنت بلاي بلايد هيلب هيلبت تيكست يرسل رسالة يعني تيكست تاوك تاوكد لرن لرنت بريفير بريفيرد بريفيرد study study live lived have 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 leave left left يغادر read 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 هي اياها sit sat sat يجلس وجلسه باي ده بقى الغير منتظن هي هو irregular باي bought bought take took taken think thought thought spend spent spent make made 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 come came come get up got up got up يستيقظ عندي كمان word is in the opposite بتاحها more عكسها less more يعني أكثر ولس يعني أقل late, early always, never يعني أبداً leave, يأتي ويغادر the same, different before, after best, worst correct, incorrect خطأ خلاص عندي كمان كلمات محيرة يعني كلمات شبه بعض زي كلمة flat معناها شقة بالإنجليزي والإنجليزي البريطاني apartment معناها شقة بس الإنجليزي الأمريكاني apartment شقة في أمريكا و flat شقة في بريطانيا arrive, arrive بيأتي بعدها يا إما إن يا إما آت يا إما آن arrive in بيأتي بعدها مكان صغير arrive in بيأتي بعدها مدينة كبيرة زي كايرو أليكسندريا و arrive at بيأتي بعدها مكان صغير زي restaurant, cinema school مثلا arrive on يعني يصل إلى مكان بردو reach يأتي بعدها اسم المكان على طول من غير حرف girl معناها يصل فيه جته كمان بس هي مش عندكو هنا routine وعندي كمان read tab الفرق routine معناها routine عمل أشياء معينة يومياً ده routine اللي بتقوم بتقوم الصبحة مثلاً تخسل وشك تصلي مثلاً تفطر تروح لمدرسة وبعدها بتزاكر وبعدها مثلاً بتشاهد تلفزيون بتزور فلام يبقى ده routine انت بتعمله أما read tab معناها اللي هي routine الحكومي أو الإداري حاجة خاصة به routine الحكومي blog اللي هي مدونة شخصية أما vlog مدونة فيديو الفرما بين blog و vlog blog بتكتب فيها زي blog اللي انت بتعملها على جوجل مثلاً دي اسمها مدونة بتكتب فيها أما vlog لو عملت video مدونة video بتعمل مثلاً الفلوغ مثلاً الفلاني يعني بتروح مكان مثلاً بتصور فيه ودوة يبقى اسمه vlog بتقول أنا بعمل كذا وبعمل كذا في المكان ده يبقى ده اسمه vlog بتنزله مثلاً على مواقع على النت اللي هي خاصة به وي طريق مختصر لمدرسة أو لمكان أو طريقة وعندي كمان road معناها طريق بين مدينتين عندي everyday كل يوم لا يأتي بعدها اسمه لأن every منفصلة عن كلمة day دي يتعتبر adverb everyday كل يوم everyday هنا يومي دي يتعتبر صفة يأتي بعدها اسمه everyday routine اختار بقى كلمة everyday المنفصلة عن بعض ولا اللازق في بعض طبعاً اللازق في بعض هي تعتبر one word كلمة واحدة يعني بقى adjective معناها صفة يأتي بعدها اسمه لكن لو منفصلة زي everyday ديت لا يأتي بعدها اسمه خلاص عندي كمان language notes ودي اخر حاجة في حلقة النهاردة عشان ما تبقاش طويلة عليكم واعتبر الحلقة دي part one في unit one للصفة الثاني الاعدادي للغة الانجليزية للمنهج الجديد دي اخر حاجة هعملها دلوقتي هاف يأتي بعدها كلمة بريكفست او لانش او دينر يبقى هاف معناها يتناول يأتي بعدها فطار غدا عشاها هاف بريكفست هاف لانش هاف دينر هاف لانش ات سكول معناها يتناول الغداء بالمدرسة طب هاف تي هاف كوفي فور بريكفست يشرب هنا بقى معناها يشرب الشاي او القهوة للفطار ميك مأتي ممكن بعدها بريكفست لانش دينر يحضر فطار يحضر غدا يحضر عشا ماشي تيكست فريندز معناها يرسل رسالة نصية لصديق بلاي بلاي فوتبول بلاي تشيس بلاي سبورتس يلعب كرة القدم يلعب شطرانج يلعب رياضة بلاي ميوزيك بلاي ذا بيانو يعني يلعب يعزف على الموسيقى دو هومورك دو دو هومورك يقوم بعمل الواجب دو إكسرسايز يقوم بعمل تمانين رياضية واتش تي في او واتش تي فيجين يشاهد التلفاز جيت هوم جيت هوم معناها يصل الى المنزل ولا يأتي منهم حرف جر جيت وبعدها هوم على طوب جيت هوم كم هوم فروم سكول يعمل للبيت يصل للبيت من المدرسة كم هوم فروم سكول ريد يقرأ على الكنبة لو خدت كتاب كده وقعدت على الكنبة تقرأه اسمها ايه بالانجلش ريد on the sofa sit on the sofa يجلس على الكنبة on her way to school في طريقها للمدرسة on her way to school on the right على اليمين on the left بس مش مكتوبة عندك verb to be on holiday يكون في اجازة verb to be لهو an او is او are او was او where زائد on زائد holiday يعني معناها يكون في اجازة يبقى كلمة holiday بيأتي معناها حرف جر on وان كمان يأتي بعديها ايام الاسبوع on saturday on sunday on monday on tuesday on wednesday on thursday on friday spend time on يأتي بعديها جرانت وجرانت معناها الverb زائد ال ing يعنيها يقضي وقت في حاجة معينة اقول i spent مثلا two hours on studying english اوكي طب listen to music يستمع للموسيقى go to bed يذهب للفراش help to make dinner يساعد لتحضير العشاء get to work الله هتقول لي get هنا اش معنى work بقى جات بعديها بس فيها حرف جر اقولك دي مختلفة كلمة home ما بيجيش بعديها عادة ما بيجيش قبليها حرف جر خالص لكن get to work the expression تعبير لازم تحفظ معناها يصل للعمل in the morning عارفين ان فترات اليوم يا جماعة بيأتي قبلها حرف جر in in the morning in the afternoon in the evening في المساء في الساعة الساعة تي قبلها at at 6.30 at 6.30 معناها الستة ونص at the weekend في نهاية الاسبوع يمكنه نهاية الاسبوع يأتي معها at work at the hospital يعمل بالمستشفى work at the hospital في الفصحة at break يركب الاوتوبيس take the bus بالاوتوبيس بروح المكان ده بالاوتوبيس by bus اعيش مع اسرتي live with my family live with my family يعيش في مدينة live in كايرو live in بورسايد live in أليكس يعيش في برضو بس يأتي بعدها العنوان او الشارع هقول live at live at مثلا مثلا سابري ستريت live at داوت ستريت good for you مفيد ليه مفيد لك good for you good for you لهذا السبب that's why لهذا السبب that's why هنكتفي بالمعلومات دية النهاردة في الحلقة دية وفي انتظار بارتو بإذن الله ليونت 1 عشان ما يبقاش الفيديو كبير يارب تكون الحلقة أفادتكم متنساش لايك واشتراك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر